السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيت نقترح عليكم اليوم طارد غلاسي بالفخون بواز ماداق رائع لي كي يبغي الماداق نتاع الحموضة المجانس مع الحلاوة را غادي يعشق هادلات يعني كتجي خدمتها كتكون سهلة والماداق مميز انا متعت بها ضيوف نتاعي وصدقوني داقوها حماقو عليها لانا فيها واحد الانتاعشة وماداق الفخون بواز را ماشي غين نكها الفخون بواز نيت فيها باش تعرفوا تفاصيل هادلاتارد نتمنى تتابعوا الفيديو حتى الاخير وتتاكدوا معي كانحتاجوا الجينواز عندي اربعة انتاع البيضات عندي و نضيف صاشيا و نضيف ملح و نضيف ملح و لا تنسوا هاشا خوصي دائما لا في الكيك عادي ولا في الجينواز دائما لتصحيح الضوء كتفيدنا بزاف هديك قبصها ملح نضرب الكل شوفو ناجحة لجينواز باش تكون ناجحة معنا و تخرج زوينة البيض يتضرب مزيان 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 ضروري بالعجانة ولا بالضرب الكهربائي ما صلحاش معنا لجينواز بالضرب اليدوي نهائيا لان خصنا هذك البيض يطلع مزيان مع السكر حتى يرجع لنا رغوة كريمية بهذا الشكل اللي كتشاهدوا معايا الى طلعتوا بها الطريقة هدي ان شاء الله تتبعوا المرحلة الثانية واللي هي اساسية المرحلة اللي كان ضيفه لفاغين لهذا البيض اللي طلعنا كان نكون مغرب لها بطبيعة الحال و حتى حدايا و كان نضيف تدريجيا شوفو انا ما صرعتش الفيديو غير باش تشوفو كيكا نخدم انا انا ما صرعتوش هذا هو الخدمة نتاعي نتاع لفاغين بسباتيولا ولا ملعقة خشبية كان نبقى ندير نضيف الفارينة ملعقة ملعقة الى كانش يحد احدنا يعودنا يعودنا ما فيها بس مدابينا ما كانش ما عليش ندبر امورنا غير بالعقل وكان بقى وبلاتين كيسين مع ذاك الفاغين من الاسفل الى الاعلى ببطء وغير بالعقل راها سهلة الى زع ما عطينا فيها الخاطر نصدقني انا دي نجح معاكم يشوف مشي عيبي لما نجحتش معنا من المرة الاولى والثانية والثالثة والفران يكون سخون مزيان بعد نقص لدرجة الحرارة لمدة ربوع ساعة يعني غير الفران يكون سخون بعد نقص لدرجة الحرارة ومبعد نكون موجدة ذاك السيرك اللي غادي ندير في هاد الجين واز حي تبغيتها مربعة بغيتها على شكل مربعة وغادي نقسمها على جوش وكان دير ورق الزبدة عليه وكان نصرح بهالطريقة هادي مزيان ضروري ما هاد الخطوة باش ما يجينيش يجيها طلعه جيها هبضة وكان نضرب هادك السني مع سطح العمل ويخرج من هالفوقاعات وهذا هو الشكل ديالها خرجات واحد الجين واز رائعة كيف ما كتشوفو مهوية رطبة يعني غرال حاجة ما كتخدمها بيديك كتعطي فرق كان دزول المرحلة الثانية واللي هي عندي 300 قرام داع الفخونبواز هادك الفخونبواز ركات تبع مشي شي حاجة دابا رهام توفرة ولله الحمد سبعات دراهام الباكية وشوفو ازواج لها قد ازواج صغيرة غير واحدة تكفيكم واحدة تنقص للمقادر المخرين وامدام في الكاثرون ومعز عليها واحدة زوج معالقة كبار امتاع سنيدة واردتها على نار أنا لا تريد انطيبها وها ما يريد ان يتبخ على هدفة لا تريد كونفيتورانا غير تدفى غير تدفى غير تدفى لا تطلق هذا المنتاع سوف نطفى ونضيف هذا الجوج وراقي ونصف الجيلاتين وانا انا بغيت انا بغيت ويدفى جيلاتين سوف نحتاج الجوج وراقي ونصف الجيلاتين كما رأيته في الفيديو انا لم يترك الفيديو واضح سوف نضيف جوج وراق الجيلاتين ونضيفهم في الماء ولماء لا نضيفه الجيلاتين جاني واحد الاسئلة نضيفه الجيلاتين سوف نضيفه في الماء بارد غير جهد ما يهبط المبتدئات لا نضيفه الجيلاتين ونضيفه في الماء سوف نضيفه ونضيفه في الماء غير جهد ما يطيح ذاك الورقه نعصره مهم نعصره مزيان من الماء ونضيفه في الفرامبواز اللي خدمته ونضيفه الجيلاتين وكيف ما تشاهده معي خرجت ما شاء الله خرجت واحد الجنواز رائعة يعني طالعة بدون كيف ما شفتوا هذك هما المقادير اللي ضفتك نكرر يعني إلا كنت مبتدئة في واحد رأس نحن نضيفه نحن نضيفه نضيفه ثم نضيفه نضيفه ونقسمه نضيفه 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 لكيف ما تشاهده نضيفه بدون لك نضيفه مع واحد المعلقة صغيرة انتاع الروح انتاع التوت يعني باش انا خدمتها بالفرامبواز نكمل حتى السيرو نكهو بالمادق انتاع الفرامبواز باش كينا كل فرامبواز كل شي يكون مادق واحد وكان نسقيها مزيان وكان نجيب الكريمة السائلة كعبرتها حداكم 300 قرام توسوي كأس كبير هادو كيسا انتاع المال عراض ولا واحد كبير 300 قرام انتاع الكريمة السائلة واللي معدوش كريمة السائلة عادي يدير الشانتية ولا يدير لاموس هادوك القويبسات اللي كي ندارو في واحد نص كاس انتاع الحليب وكان ننكهو حتى الكريمة انتاعي كان نضيف لها النكهة انتاع التوت باش نقوي النكهات انا ما كان بغين ندير شي طارد بشي نكهة كان نوضح في هادك النكهة اللي بغيتها تبان فيها وكان نضرب مزيان هاداك الكريمة ماشي ماشي شي تضرب لا غير نطلحها كتبقى عاد عاد خفيفة لانه من غادي ندير هاداك الفخونبواز وهو فيه جيلاتين غادي نحرك غير بيدي غادي تقصح كيف ما كتشاهدو الكريمة راني ما طلعت هاش مياه في المياه خليتها هكا كيف ما كتشاهدو معايا راه القوام ديلها واضح في الفيديو وكان اخد من هادك الكريمة شوية وحتو جمعها القولة وكان ندير في هاداك الجيل اللي صاوبت هاداك الفخونبواز اللي صاوبت هاداك الفخونبواز اللي اضفت ليه جوج وراق ونص نتاع الجيلاتين كان حرك كان ندمج غير شوية كان هاداك الكريمة كان نردها فهاداك الزلافة اللي عندي فيها هاداك الفخونبواز اللي درتو في الفريج جدا ومين نصيت نقولكم مين نصايبو هاداك الفخونبواز ونطحنوه نديرو فيه الجيلاتين رجعوه في تلاجة حتى يبردنه حتى يبردنه ايش دراسو كيف ما كتشاهدو ماش يحتاج يجمد لا ماش يحتاج يجمد غير كيف ما كتشاهدو معايا يبرد وكان نرد الكل في هاداك الاناء الكبير اللي بديد فيه الكريمة وكان بقى نحرك غير باليادوي كيف ما كتشاهدو ها هي الكريمة نتاعي بالدات تعقاد بلا ما نزيد نضرب بلا ما نزيد نضرب غير باليادوي حيط الكريمة نتاعي هاداك الفخونبواز فيه الجيلاتين وعارفين تفعون تعال جيلاتين مني مني ندار مع الكريمة كيزيد يقصح واللي بغتها قاسح اكتر تزيد تمنطي غير شوية هاداك الكريمة الفخيش تزيد تمنطيها شوية تقصح على هكا ومن بعد كان بقى نصرح بهديك السباتيولا ولا شي ملعقة ولا سكين ولا مو يبشي حاجة تساعدندي ساعدني حفوان وكان دير هاداك يعني هدي حاولت نوفر علي يا مكان لا طبقة مقرميشة ولا حتى شي حاجة غير شوية قرقاع كان عندي شوية الجوز كان عندي هرمش وحطيتو ما درت حتى شي حاجة اخرى راه جات زوينة سهلت علي الخدمة ما كان لا طبقة مقرميشة ولا ولو غير هاديك القرقاع درتو رشيتو وخليتو وكان كملت سقيان تعيب هاداك السيرو صدقوني كي يجي زوين راه غير كاس انتع سانيدا زائد زوج كي سانتع الماء نفس العبار اللي تعبرو به ساندا عبرو به الماء ونكهتو بهذا كني كان تعتوت وسقيت به كيف ما كاتشاهدو جنواز عيكات شرب يعني هنشي نواز ناجحة نشرب لنا هاداك السوائل وكان كمل الكريمة نتاعي بالطبقة التانية بهذا الشكل كان غطيه بسلوفا وكان ديرها ليلة كاملة في الفريقو كان غداليه وجدت صايبت هاداك القلاساج ديالها القلاساج كان نحتاج كاس ديال الحليب ديال العنبة كاس انتع الحليب انتع العنبة ولا كاس انتع الكريمة السائلة نفس الشيء وكان وجد شيكولا بيضاء واحد زوج ديالها مشربها من الحانود غير واحد زوج ديالها متمرها عندي ماشي بزاف وعندي مداق انتع التوت وغادي نحتاج واحد الملعقة زوج ملاعق كبيرة انتع الكليكوز زوج ملاعق كبيرة انتع الكليكوز كيف ما كتشاهدو كان ندير المعلقة نتعيف شوية انتع الماء وعاد كان نبقى نخطف هاداك بشري كنعرفوك الكليكوز كيتلسق كان ندير المعلقة في الماء ويدي صبعي في الماء وعاد كان نحيدو هاداك الكليكوز والرد انا را كنت شوفو درت مباشرة في الكاسرون حيت راني دفيتو قبل ما نصور هاداك الكاس حليب درتو في الكاسرون ودفيتو غير تدفيه حاداري يمشي يفيدلك الحليب ولا تخلي حتى يتبخ غير يدفع جهد ما يحمالي داك الحليب يدفع في نيدوب داك شيكولا والغلوكوز صافي باركات انا راني درتو رقيت بلي الحليب بردلي جهد ما وريتكم وصورت رجعتو فوق البوطة غير شوية غير شوية جهد ما شتاك شيكولا والغلوكوز بدي يبرد اي حمي بدي يدوب وانا نحيدو على النار وكان نضيف له هاداك جوج اوراق جيلاتين اللي درت البنات الجيلاتين راها حلالون مئة بالمئة راها نباتية يعني ما عنديش منها تخوف ومضمونة ممكن شريها نباتية وماشي شي تمان راها درهم ونص ماشي شي وماشي شي زع ماشي تمان ولا وكان نضيف واحد الملعقة كبيرة انتع الملعقة انا درت انا يا ملعقة صغيرة وانصف عفوان انتع الروح انتع التوت كاي جي واحد القلاساج رائع بواحد الماضاق انتع التوت واللون ديالو يا سلام الله كاي جي واحد اللون رائع انا مين مين نحرك كامل هادوك العناصير ويتجانسو ويدوبولي كان جيب واحد صفاي ونصفيها فواحد زلافة كانصفي بصفاي ضروري علاش مين كانصفي هادوك البقايا انتع ذاك الجيلاتين ولا ما كيتصفى كينزل ذاك شي زوين كيبقى ببريون هادوك الغلاساج ضروري متصفية ماشي شي حاجة اللي غادي ينعقزو عليها ولا شي حاجة وعرا كيما كتشاهدو شوفو كي صفيت يبقى ودوك بحل بحل ذاك البقايا انتع الجيلاتين الى ما صفي ناشر غادي يجي منظره ومشي حتى التمى وكان خليح تايدفى البنات تايدفى غي تايدفى مشي زع ما حتى يبرد ولا لا برد للار هادي يقصح لنا انا هنا جبتها بعد ليلة كاميلة من الكونجيلاتور قلعت لها هاداك السلوفان وكبيت نيشان في هاداك الاطار ما قلعتوش غير كبيت ورجعتو التلاجة الفريقو قبض فراسو وعاد قلعتو وهذا هو شكله النهائي نعتادر لانا هوا كنت كان تريفون ما كانش صور له هاديك اللقطة فجدرتو ولكن واضحة الجيلاتين كانت قبضي كتحطيه فوق هاداك بلا ما تقلعلك على ايطار غير خوي هاداك زلافة فوق هاداك اللي كانت تقلاسه لنا فوق تارثة اللي تقلاسات ورجعها الفريقو تشد راسها وخرجيها انا بحلي كانو عندي الضياف جاي وكنت لاهاها خليت هاتتقلاسات تقلاسه لي حتى القلاساج تشوفوا بحلي جاي من القط هو غير هادا كرا غيلا غلاس غير كان غادي ديكونج ولا غادي يرجع مانسو زوين ورطي طبو لامع يعني صدقوني راه فاشدقو هاديا في راح ماقو عدا ذاك نكهات متع الفخومبواز راه هاد جي زوينة 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 ونشاء الله تعجبكم ونستنا الدعم ديالكم باش نشاء الله هنعطي المزيد شكرا بزاف وإلى اللقاء